فكرة 24 اللي انت اتكلمت عنه ده كنت انا وانت فين؟ 24 يوليو كنا واثقين ان احنا حنفرح في اللحظة كنا ببرج العرب وموش الاهلي والمقاولين وقت ما الكابتن سيد عبدالحفيز قال جملته الشهيرة خدنا الدوري يا بيه كان قبلها 27 نوفمبر 2019 الاسطورة الرمز العظيم الكابتن طا اسمعيد كان بيتمالك نفسه على شاشة قنوات On Times Board وهو بيمسك دموعه كان بيمسل كل اهلاوي كان حزين وقتها على خسارة النادي الاهلي دوري ابطال افريقيا ثم البطولة العربية ثم امام المقاولون العرب بعدها بيومين وفي ليلة 29 نوفمبر طلع مدير القرى بقلب اسد الكابتن سيد عبدالحفيز عشان يقول مش مهم مين متصدر الدوري في يناير ولا يهمني مين متصدر الدوري نهاية الدور الاول المهم اللي يتصدر الدوري في نهاية الموسم وقد كان قدر النادي الاهلي يحقق لقب الدوري اللقب اللي طلع البعض عمل سخرية كبيرة جدا المنطقة الدافئة درجة حرارة الجو اعلى من درجة حرارة النادي الاهلي الدوري اللي تأجل عشان فرجاني ساسي كان مصاب فأجلنا الدوري من اجل فرجاني ساسي وكان التأجيل من اجل حسم النادي الاهلي للقب الدوري لو في حاجة فيها شبه بين النهاردة وانبارح فالشبه هو ان في حد بيحلم بلقب الدوري لكن ما اشبه الليلة بالبارحة احلامهم بتتحول كوابيس عندما يحقق النادي الاهلي احلامه وعشان كده بالروح الدوري مش هيروح وده مطلب من جماهير النادي الاهلي للعبي النادي الاهلي اللي اسعدونا بجد بتحقيق التسعة والعشرة متخللهم كمان السوبر الافريقي وكأس العالم الاندية برونزية بالتأكيد اللي حق الانجازات دي قادر على انه يستمر في اسعاد جماهير النادي الاهلي ويطبق المقولة اللي عند الجماهير ان الدوري المصري كله يعيش الوه والاهلي باذن الله بطل الدوري